موجود يمكن كان اسم كونتي موجود بقوة لكن كنت انتجه لتوتنهام لكن طبعا يبقى طبعا زيدان يمكن مرشح وخاصة من كريستيان ورونالدو موجود في المان يونايتد وبعض الناس بتتكلم انه في حالة اقالة سول شاير اعتقد انه زين الدين زيدان هو هيكون على رأس القائمة الفنية هو كمان يا كابت المدرب الوحيد حاليا من الكلاس 1 الموجود حاليا على السحة في اوروبا تقريبا زيدان كلهم اشتغلوا يعني اخر حاجة كان كونتي وميسيك توتنهام انشلوتي في بداية الموسيقى مرحبا ريال مدريد تشافي حتى انتقلوا هيبلينا عليه كلام برشلونا كل المدربين تقريبا كل الفرق سكنت تقريبا الاسم الكبير اللي ممكن يناسب اسم وقيمة الشاطين الحمر فريق منشص الوناس احد اعرق اندية العالم مش انجلترا هيكون زين الدين زيدان خاصة اذا ما حناك قلت في ظل العلاقة القوي جدا اللي بتربطه بكريستيان ورنالدو زيدان هو المدرب الذي اخرج افضل ما في كريستيان ورنالدو اللي عمل الابداع بتع كريستيان ورنالدو في التلات سنين السحرية بتوع تلاتة دوري ابطال واربعد في ريال مدريد كان هو زين الدين زيدان مع رنالدو طيب نسيب الدور الانجليزي ونروح للدور الاراض specialty كمان الدور الاراضي هاب أعتقد صراع ثلاثي يمكن اختفاء اليوفينتوس شوية عن المشهد ولكن في اعتقاد الشخصي مش هيكون كتير لكن نابولي انتر وميلا وصراع ثلاثي على القمة في الدور الإيطالي دور الإيطالي يعني انتر شوية وراء يا كابتن شوية برضو هو فرق نقاط مش كبير بس لعبة القط والفار من بداية الموسم مع نابولي وميلا نابولي وميلا عاملين موسم مفجأة يعني في غياب المفروض انت تحط ثلاث فرق اللي كان قبل بداية الموسم مع كابتن لما اتكلمنا وحنا هنا والتجهيزات وروما ومورينيو والكلام ده كان كل الكلام بيتكلم ان احنا نقول ان يوفينتوس السنادي وانتر ميلا البطل طبعا وحامل اللقب دايما بتبالي حظوظه بجانب التجهيزات القوية جدا لفريق روما والاستعدادات اللي عملها ولكن فقراء الجنوب فريق نابولي يتصدروا جدول الدوريو معهم ميلا اللي مع استفانو بيولي بيقدم أداء متميز جدا الفرقتين مفيش حد فيهم عايز يرمي الفوتوز هم بيقول الفرقتين الجولة اللي فاتت كسبوا اللي قابليها كان ده تعادل طب تعال انا وانتا نشوف نتائج الجولة الاخيرة من الدوري الايطالي ويمكن الميلا والتعادل كمان على مستوى الديربي نشوف محضراتكم النتائج طبعا امفل 2-2 مع جنوى سبيزيا 1-0 على تورينو يوبنتوس وفوز 1 على فرونتينا كالياري الهزيمة 2-1 من أطلانطا اودونيزي والفوز 3-2 على ساسولو سامدوريا والهزيمة من بولونيا 2-1 لاتسيو التعادل 1-1 مع بيرونا ميلا والتعادل في الديربي ديربي العاصمة 1-1 مع الانتر في نيتيا وفوز على روما 3-2 هكلمك طبعا على هذه الهزيمة لكن كان ليها أثر كبير جدا جدا في طبعا جماهير روما وخاصة نتكلم على مورينيو وطموحات مورينيو لكن خلينا نقود من دقيقة هزيمة روما وهل علامة استفهام دلوقتي على أداء روما رغم انطلاق بداية رائعة جدا مع مورينيو لكن في الأسبوع الأخيرة في هزيم كتير جدا كده نحط على مستوى يعني على مستوى الأوروبي دور المؤتمر الأوروبي دور المؤتمر الأوروبي هزيمة 6-0 أمام فريق مغمور يا كبتس صحيح حاليا الصحف الإطالية كلها بتتكلم على أين مورينيو بعد الصحف قالت أين مورينيو النجم يعني دايما النجم الكبير سبيشيال وان في العالم هو أفضل مدرب في العالم صحيح أخذ لقب سبيشيال وان ولكن روما بعيد جدا عن الصورة روما لان يستطيع كابتن بعد 12 جولة حالية نقدر نقول لان روما بعيد عن الصورة روما لانا يكون من ضمن المنافسين أنا بأجزم الحراكة من دولاتي من ضمن المنافسين على الدوري الإطالي لا روما برا الصورة تماما رغم أنه هو فوق يوفينتوس في التدريتيب بالدوري ولكن لا يوفينتوس زي ما حراك قلت ممكن يرجع روما بالشكل اللي هو فيه لا ماتش فورنتينا الأخير ده بتاع يوفينتوس ماتش صعب ودايما ديربي فورنتينا مع يوفي بيابا فيه بينهم حساسيات كتير والماتش زاد صعوبته كمان بعد ما اليوفي خد كيازة نجم الكرة الإطالية الأول من فورنتينا وشوفنا الثاني الفتت اللي حصل واللافتات الخيانة واللي عملوه مع كيازة فيدريكو كيازة إنما يوفي جاي زي ما حراك قلت جاي وفرقة بطولة زي ما نقول دايما فرقة بطولة تقدر تعود يقدر يعود النقاط اللي متأخر بيها بجانب الفرق اللي قدام زي ما نقول في المقدمة هل هتقدر تحافظ إنما روما بالشكل دوت محتاج وقفة من الإدارة في يناير اللي جاي هل يرحل مورينيو سؤال يطرح نفسه حاليا قبل ما نتكلم على مورينيو تعالى نشوف كمان أرقام مباراة كانت ليوبينتس وفورنتينا وفوز ليوبينتس واحد سفر مباراة على مستوى الأسماء تقول إن ليوبينتس آه طبيعا يفوز لكن على مستوى الأداء فورنتينا كمان من الفرق اللي بتقدم كورة جيدة جدا على مستوى الدفاعي واللجومي طبعا فوز ليوبينتس واحد سفر الفرص فرصتين ليه فورنتينا لم يحرز هدف خمس فرص ليوبينتس أحرز منها هدف واحد هدف المتوقع أكيد كانت لصالح ليوبينتس وان بوينتو استحواز كان خمسين خمسين نسبة التاميرات الصحيحة بنسبة نسبة واحدة اتنين وثمانين في المائة للفرقيتين التصويبات على المرمى كانت لصالح ليوبينتس تلاتاشر تصويبات منهم ثلاثة ما بين القائمة العرضة مقابل خمسة ليه فورنتينا منها واحدة ما بين القائمة العرضة العرضيات اتنين وعشرين عرضية ليه فورنتينا مقابل اتناشة ليوبينتس خمس ركنيات خمس ركنيات جمع أنتوا اللي قلت يا هب المباراة كانت رايبة يعني على مستوى حتى الأرقام ليوبينتس بيفوز لكن كان فوز مهم لليوبينتس ليوبينتس كان بالنسباله ثلاث نقاط أهم كثير جدا من مضوع الأدائي نجم المطالق في المباراة الأخيرة دي بالا قدر يختف الفوز لفريق يوبينتس عنصر مهم جدا بعد رحيل رونالدو بيعود غياب النجوم عن فرقة اليوفي يعني تقريبا أنا كابتين دي النهاردة لما بتمسك اليوفي ما بتقولش فرقة نجوم ولكن في نقطة مهمة جدا بتبينها لنا الأرقام والعرضيات دي دفاع اليوفي دفاع اليوفي واللي هو دفاع منتخب إيطاليا برضو في البطولات الأخيرة واللي طالق فيه اتنين وعشرين عرضية خلال مباراة من فرقة فيورنتسينا مفيش ولا عرضية منهم بتقدر تخش مرماك وراهم طبعا حرس مرماك قوي جدا البولاندي تشيزني ولكن فيه